حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين سنجار محطة نزاع واقتتال سياسي وصورة قاتمة للأوضاع تهدد بالانفجار تهريب النفط معركة الأمن والاقتصاد وعزم حكومي لوضع حد نهائي لهذا الملف إذن مشاهدين رغم مرور سنوات على طرد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من قضاء سنجار أقدة النار المحلية في هذه المنطقة والإقليمية كذلك وما تزال المدينة تعاني أزمة التنافس السياسية والأمنية كذلك فبين نارين يعيش سكانها قساوة التحركات ومساء إعادة التموضع والتمدد من خلال اتفاق غابت عنه أطراف القضية الأساس وخط حبره قلموا سياسات الحكومة السابقة التي قفزت على الوقاعة المثبتة فالخلاف الذي يتنمى بلا فائدة عرق لجهود إعادة النازحين وحتى البدء بحملات الإعمار فاشتياح داعش لم يكن المأساة الأخيرة لسكان هذه الرقعة الجغرافية بل سنوات النزوح وموانع العودة حتى الآن أثقالت الجراح أما في ملقنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين ومع إصدار القضاء العراقي أحكامه الرادعة ضد أكبر شبكة تهريب للنفط ومشتقاته الشكل الآخر للفساد ومعركة الأمن والاقتصاد التي عزمت الحكومة فيها على وضع حلول نهائية تضع حد لهذه الجرائم المهملة منذ سنوات وتغلق النهايات السائبة فهي نزال يوجب ردم هذه الهوى الأمنية ويصلاح ثقب جدار الاقتصاد الذي لم تصل أي من إجراءات الحكومات السابقة به إلى بر الأمان وبقي تحديا حقيقيا لمنظومة الأمن والاقتصاد معا إذن مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين وللحدث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم مباشرة أبرس كايب الكاتب والصحفي الأيزيدي الأستاذ عيسى سعد وأهلا بكم سيد عيسى مباشرة أبرس كايب من ألمانيا أهلا بكم سيد عيسى وودأنا سألك سنجار ليشبقت منطقة ملتهبة رغم مرور سبع سنوات تقريبا على تحريرها من عصابات داعش الإرهابية يبدو أن الصوت والاتصال عبر الانترنت غير مؤمن نعتذر منك سيد عيسى لكن إذا كان الاتصال يمكن من عندك ضعيف أو من عندنا سنجار تعاني من مشاكل كثيرة حتى الآن هي منطقة ملتهبة هناك اتفاقيات سابقة جرت لم يتم تطبيقها إذا تسمعني سيد عيسى سبع سنوات تقريبا مرت على تحريرها من داعش حتى الآن العصابات الإرهابية يمكن تنشط في مناطق بعيدة لكن سنجار من الجانب الأمني أعتقد مؤمنة أكو تأثيرات حتى الآن أمنية تمنع عودة النازحين مثلا؟ نعم هل الصوتي واضحة؟ نعم تفضل تفضل نعم شكرا حقيقة الوضع الأمني بفضل القوات لحفظ الشعري والقوات المنفذة القوات بارتين والأمني يعني سنجار ولكن المشيء الذي يمنع من هذا الحين هو صراعا موجود يعني منقبل الحزب المتحافي الفردستاني يقاور صيفة على المنطقة وبالتالي يعاصل أي حلول ممكن أن يقتروا هذه الأهالي بالتنسيق مع الضغداد يعني الحلول التي يطرحها الأيزينون لمسألة الإدارة المحلية وكذلك بقية الأمور الخدمية هذه الحلول مرفوضة من قول الحزب المقاضي الكردستاني ما لم يأتي هو ويسيطر النفسي على المنطقة من ناحية الأمنية وكذلك من ناحية الدارية فصلاة الموجودة أو الأجراب التي تحول دون عودة الناسفين أو بقاء سنجار على وضعها هي واحدة منها الطراحة السياسية اللذينية يعني يقوده الحزب المقاضي الكردستاني بسيطرة على المنطقة وكذلك هذا الشيء يفعل على الأمور جوانب الأخرى مثل إعادة أعمار المنطقة يعني لا توجد مخصصات مالية أو موازنات في سنجار أو حتى صندوق أعمار المناطق المحررة حرم منه استنجار ولذلك يعني لا توجد يعني حتى نسألة خدمات أيضا لها بعد في عدم عودة النازحين وتأثير في هذا الجامل أيضا ينضمن مباشرة ضيفا كريما نعوض الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد مهدي عبد الكريم أهلا بكم يا سيد مهدي ضيفا كريما مرحبا استاذنا الفوضة سنجار يعني بعد مرور كل هذه الفترة على تحريرها من العصابات الإرهابية ليش حتى لأن تعتبر منطقة ملتهبة وملتهبة من الجانب السياسي والجيو السياسي أكثر من الجانب الأمني سيد مهدي بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك وليقناتك ومشاهديك الكرام وليضيفك الكريم حضرتك أعرف أنه أساسا لاتفاقات التي تمت بعد قبل تشكيل اعتلاف دارة الدولة وتمطرح كل ثوابت لكل مكون ومن ضمن هذه الثوابت التي تم طرح وتم الموافقة عليه وضمنت ضمن منهاج الحكومي السيد محمد الشاعر السودان هي التفعيل اتفاقية سنجار التي تقول هي أن تكون سنجار يعني لأهلها أولا ثانيا عودة النازحين ثالثا إعادة الخدمات وعمرها وتخصيص مبالغ من الموازنة إليها إضافة إلى تعين 2500 من أهالي سنجار الشرطة المحلية التي تكون بيدهم هي من ناحية الأمنية مع الجيش العراقي هذه الاتفاقات وتم مع كل الأسف لحد هذه اللحظة الكل يعرف أيضا أنه سنجار بيد من والمقدرات بيد من والجهات اللي مسيطرة عليها الآن في هذه اللحظات لا لا ملكه اللي يعرف سيد مهدي أرجو أن توضح أنا والمشاهدين موجودين الديمقراطي إذا تسمح لي موجود ديمقراطي حزب العمال والحشد الشعبي موجود الديمقراطي ما لا وجود الآن ولكن الحزب العمال الكردستاني البككة إلا اليد الطولة في هذا المكان وليس من كلام من عندي الضمن الكل يعربي أخي لا تقاط عني سيد عيسى أسمح الله أستاذ عيسى لا تقاط عني رجاء أرجع لك سيد عيسى تأخذ وقتك وكتب وسجد فضل سيد مهدي تفضل رفت أرجع لك سيد عيسى فلهذا السبب تعرف أنه اليد الطولة الآن في سنجار هي لحزب العمال الكردستاني وبعض الميليشيات اللي متواجدة ما عدا الحج الشعبي لا نقصد الحج الشعبي لأنه الحج الشعبي إلى عمله وإلى مكانته لهذا السبب اللي يأخر حتى عودة النازحين إلى الآن اسأل أي نازحين النازحين أين هم تواجدون صار لهم شمسة أين موجودين في قليم كردستان في أربيل ومناطق الموجودة وهذا مضمن واجب الأقليم وحكومة الأقليم توفير إيواء لهم لهذا السبب عودتهم أيضا اللي يأخر عودتهم وجود هؤلاء العصابات الموجودة من البككة وفرض أتاوات وحتى القيام بعمليات القبض وحبس وكل الأمور اللي بالك تكون هناك في سنجار لهذا السبب حزب الديمقراطية الكردستانية يعمل مع السيد محمد الشيعة السوداني على تنفيذ اتفاقي السنجار وسيطرة الجيش العراقي مع الأخوة 2500 متطوع أو يكون من الشرطة المحلية لمدينة السنجار من أهالي سنجار وإعادة انتخاب مقايم مقام لهذه القضاء لهذا السبب أعتقد أول المستفادين من إعادة الحياة إلى سنجار باعتبار سوف يكون هناك تخفيف من الحمل اللي موجود لأنه 80% من النازحين المتواجدين في أربيل من الأخوة اللي يزيدين اللي يزيدين من النازحين واضح خلينا نرجع سيد عيسى جهات كثيرة موجودة في سنجار لكن من يدير القضاء حاليا من يدير هذه المنطقة المهمة جهة سياسيا من المسيطر عليها من المشترك بإدارتها هالي سنجار مشتركين بإدارتها عزيزي لا توجد إدارة في سنجار لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني السحب مقامية ومقراء نواحي ضمنها ناحية الشمال وناحية القحطانية السحب تابعين الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2009 وقام بسحبهم منذ عام 2017 أي في عمليات فرض الخامن تم تعني فيها سلطة على سنجار والمناطق الأخرى فإذن الإدارة سحبها الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو الذي يعرف لعدة مسألة 50 إدارة جديدة من خلال نفوضه في بغداد وكذلك نفوضه في محافظة نينوى النقطة الأخرى تطبيق اتفاقية سنجار أنا من سنجار أنا أولى بالحديث عنها وعن أهلها من حضرتك وأستاذ كريم لأنك لست من سنجار ومن منطقة أخرى أنا من أهم سنجار تطبيق اتفاقية سنجار يجعل المنطقة أسيرة بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني وليس لأيديدين ليش سيد عيسى اتفاق سنجار مو ينص مو ينص أنه تكون إدارة مشتركة وإدارة ذاتية من أهالي سنجار هذا ليس من ضمن اتفاقية سنجار نعم ليس إدارة مشتركة وإنما إدارة قاضية على الديمقراطي الكردستاني إعادة البيشمرج أي بالشكل مختصر مفيه إعادة الوضع إلى ما قبل عام 2014 وسيطرة البيشمرج على الأيديدين وعلى المنطقة بشكل كام ومن ثم الهروض مع أبسط خطأ كما حصل في عام 2007 حينما تمحوا لشاحنات تنظيم قاعدة بالدخل لمناطق الأيديدين إلى رحية القحطانية وقتل ميئات الأيديدين وتدمير المنطقة بالكامل كما فعلوا في عام 2014 وسحبوا أمام عصابات داعش لأرهادية وتركوا الأيديدين فليس سهل لتاحش هذا هو تغريخ حزب الديمقراطي الكلبساني في المنطقة ولذلك نحن نتخوف من هذا شيء نحن لا نتخوف فقط بل نرفض عودتهم لأنه تأريقهم معروف وما فعلوه مرة ومرتين ممكن أن يفرروا ثلاثة وأربعة وخمسة ولذلك مسألة إعادة الحزب الديمقراطي في فردستاني سواء كانت تحت مدارة إسراقية سنجار إعادة النازلين هذه كلها هذه الخدعة كلها معروفة ولذلك اللي يجب أن يقلوا بها لأنه إعادتهم إلى هذه المنطقة وسيطر عليهم ومن ثم تركهم لأسابات إرهابية أو للمساولة ونضيعهم إلى تنظيمات إرهابية كما فعلوا مع قائداء وداعش هذا شيء غير مصموح لي يجب الحكومة العراقية أن تلقي إشباقية سنجار لأنها غير ملزمة لأحد لأنها ليس لها أي سنقامي ولا شيء الأهالي غير مشتركة لها الأهالي رافعين رافعون لها وبالتالي ليس لها أي معنى بل يجب على الحكومة العراقية أن تتعامل مع الإيزدين بشكل مباشر أرجع لهذه النقطة لحكومة المحلية وآليات تعاملها مع سنجار لكن سيد مهدي إذا أهل سنجار رافضين لها الاتفاقية وهم أصحاب الشأن الأول ليش تدعون التطبيقها وتنفيذ بنودها سيد مهدي أستاذ الفاضل أولا الذي يمثل الأزيدين يكون له حضور في سنجار وأهالي سنجار والموجودين 80% من سكن السنجار الموجودين في أربيل بالمخيمات النازحين هذا لا يمثل الرأي الموجودين ولكن مثل قلت لك الحزب العمالي الكردستاني الذي مسيطر على إدارة سنجار وقضاء سنجار بكل مفاصلها بكل مفاصلها الآن والكل يعرف هذا وليه هذا السبب تمت الاتفاقي الاتفاقية من أرقى الاتفاقيات الموجودة أما سيطرت عودة البيشمرق هذا كلام يعني حدث العاقل بما يعقل وأن لا أعقل له هذا يقول لك أكو اتفاق عودة الجيش العراقي بسيطرة الجيش العراقي مع هذا لماذا لا يسكت أخوة سكت رجعان إذا تسمحنا سيد عيسى أنا ما تجاوز هذا كل الوقت سيد عيسى هذا مو وقتك بابا ابني مو وقتك العفو سيد مهدي إوليدي مو وقتك ابني مو وقتك إذا تسمحنا سيد عيسى سكت رجعان العفو سيد مهدي أيضا سيد عيسى إذا تسمحنا سأطيك كل الوقت سيد عيسى الفضل سيد مهدي لهذا السبب لا أسمع رواني تجاوز رجعان احتروا من نفسك يا أخي لا تسمحوا لي سادة انت من جايد سأطيك كل واحد دوره والوقت مفتوح لكم سيد مهدي نعم أغلب أغلب الموجودين أهل سنجار يزيدين موجودين بمخيمات النزوح طيب ماكو تأثيرات من الاقليم من الديمقراطي عليهم وعلى إرادتهم باعتبارهم موجودين في ضيافتكم في الاقليم واجبنا هذا أهل دار أولا ثانيا استاذ الفاضل أكثر المدافعين على أخوة الأزيديات التي تم تحريرهم هو من قيادة سيد نجيروان البارزاني وسيد مسرور البارزاني حرصهم سيد الزعيم مسعود البارزاني دائما معطي أهمية لهذه الشريحة المهمة في البلد لهذا السبب أكو بعض البعض اللي أنا أقول المحسوب على سنجار المحسوب على الأزيديين اللي مع الحزب العمالي الكردستاني اللي مصنف إرهابيا يعمل على عدم استقرار سنجار يعمل على عدم التنفيذ الانتفاقية ولكن هذه الانتفاقية سوف تنفذ رغم ما كل اللي خلينا نقولها بالعامية اللي يرضى وما يرضى باعتبار اتفاق حكومي بين القليم كردستان والمركز أما عوجة البيشمرق ما ممكن باعتبار أنه هناك من أهالي سنجار ضمن الاتفاقية 2500 شخص آزيج من داخل سنجار ليس من خارج أتوا عليها بهذا السبب أطمئن لك أنه اتفاقية سنجار سوف تنفذ الأصوات البقية اللي همنا عودت النازحين الموجودين في ضيافتكم في قليم كردستان نعود لك سيد عيسى ليش موجودين بكردستان سنجار اتحررت وضع أمني مستقر نسبيا ليش باقين بقليم كردستان ليش ما ترجعون إلى سنجار نعم سيد الكريم كما أغيرت لك البداية الحزب الديموقراطي الكردستاني هو الذي يسيطر على المخيمة طبعا ليس لدينا زر مدنة في أربيل وإنما لأصاحهم علومة ضيفة الحزب الديموقراطي الكردستاني يمنع عوضة الإجددين من خلال أدواتي من خلال ما يمارسه من خلال سياستي في المنطقة مثلا السيطرة والنفوذي في محافظة نينوة الذي يحاول من خلاله منع تشكيل أي إدارة محالية في السنجار ما لم تكن ضمن شروطي كذلك في بغداد الحزب الديموقراطي الكردستاني يستغل كل هذه الأوراق للذغب على الأيزدين الأيزدين نحن أقلية ومكون صغير ليس لنا نكون كبير كما لدى هذا الحزب ولكن هذا الشيء بعيد عن الأخلاق وهذا الشيء يعني مستنكر وهو جريمة دولية لأنه يتم حج الأيزدين في المخيمات اليوم محجوزين في المخيمات الحزب الديموقراطي الكردستاني يستفاد من أصواتهم من خلال يعني البيتاتورية الموجودة في المخيمات لا تستطيع أن تنتقل أي إنسان ما لم يكن ضمن قوائل من خلال المخيمات الكردستاني أي أنه لا توجد حرية في المخيمات هذا الشيء معروف تماما أن خلال المخيمات الكردستاني يستفاد من الأيزدين في الأنخابات يستفاد منهم يعني طبعا هذه ملاحظة من التقافات القادمة من المجالس المحافرات أيضا هناك مسألة أخرى أمام المنظومات الدولية وأمام الناس يقولون نحن صنعي في الأيزدين طيب أن تكم كيف تستطيعهم الأيزدين اليوم في حكم الأسرة في المخيمات وفي مخيمات المزح في مخيمات يوئن يوئن هي التي تموّلهم أصلا الحزب الجألف الحزب الديمقراطي الكردستان وإذا ردني في الأقليد متورة بعمليات كبيرة في مسئلة المخيمات وحفوظ الأيزدين التي سرقها ونعبها من خلال المساعدات الدولية حتى تبرعات من نحن الأيزدين في ألمانيا وفي خيرها التي كانت تذهب إلى أقليم كردستان بإشراف شخصية سيد عيسى سيد عيسى الأيزيديين الموجودين بالمخيمات في أقليم كردستان إذا تسمح لي ليش باقي تحت سطوات الحزب الديمقراطي ليش ما يرجعون حزب الديمقراطي مانحهم من العودة خارج إدارة خارج إدارة هل تعلم أنت أمي سيد الكريم إذا أردت أن ترجع إلى بيتك في سنجا تحتاج إلى موافقات أمنية أو غيرها تطول شهرين شهرين لمواطن لفرس واحد تطول أثر من شهرين فقط الموافقات إذا الإنسان يريد أن يرجع إلى ذاهري أيضا يجب أن يبقى في المخيمات يشهر إضافية حتى تكمن الإجراءات ويمنع من العودة إلى الأقليم مرة أخرى ومسائل كثيرة جدا هذا تمنع طبعا بمسائلة الأعمار إلا تجد قدمات في سنجار الأعمار لا يوجد أعمار لا شيء طبعا هو يتهمي بولاء لحزب المفاسق لفرسكة هل يعرف أنا سكريا أفتر مع كل الأحزاب الكردية أنا مؤمن لأيزيدي الدين وقومية والحزب الديمقراطي الكرد الثاني والأتحاد الوضع وحتى حزب العمال كلهم يجمعون على أن الأيزيدي كو كرد وأنا أقول أن الأيزيدي ليسوا كردان فهذه النقطة في هذه النقطة يعني وحدها أنا أختلف معكم جميعا وأنا داقة عن حقوق الأيزيدي كم يكون ديني وقومي مستقل دون أي تدخل من الأحزاب الكردية ولا الحزب الديمقراطي الكردساني ولا الفرق ولا أي حزب الحزب الديمقراطي الكردساني ليس وصيا على الأيزيدي ليس هو الذي يتحدث باسم الأيزيدي أنا أعيزيدي نحن أعيزيدي نحن نتحدث باسم أهلنا وهو يعني فيما يقول هذا الكلام كان عليه أن يسأل نفسه وليماذا لم تطبق اتفاقية سنجار هل أنا منعته من ألمانيا لا الشعب الديمقراطي في سنجار راقب الاتفاقي ولذلك لم تطبق الشعب الديمقراطي ما موجود في سنجار سيد عيسى أغلب 8% موجود في أقليم كردستان خليني أرجع إلى سيد مهدي اسمح لي خل أرجع إلى سيد مهدي خليني نطي وقت سيد مهدي لماذا تشلبين بالنازحين الأيسيديين الأولى أن عددهم كبير يمكن يضمن لكم أصوات بالانتخابات وإن ضمنوا هذه الأصوات إذا تسمح لي كان لكم حضور وحصلتوا عدد من المقاعد بأصواتهم لكن هذا ما يمنع يعني أن يعادون إلى مناطقهم حضوركم وجمهوركم في سنجار وإن كانوا في أقليم كردستان كان نازحين ما يطيكم حق بسطوة سياسية وأمنية على هذه المنطقة وسيطرة عزيزي الغالي أستاذنا الفضل فضل أرجع وأقول واحد زاد واحد يساوي ثنين ما يساوي ثلاثة نعم مسألة النازحين أولا حتى أفنت كل اللي قال المتكلم أولا يعني ما ممكن أنت تستغل أو يصوّط لك نازح هو مقويتك أو أمم المتحدة أمم المفوضية ومسجلين كل الأمور اللي موجودة اللي عندك ضمن مناطقهم اللي موجودة هذا واحد أثنين ما يمنع عن عودتهم الدليل عندي أنه معالي وزيرة الإجراء سيد إيمان المحترمة قبل يوما والقبلة والقبلة أعلنت عودة مئة وخمسة وسبعين مئتين بين فترة وفترة يعودون عوائل سنجار بلا خدمات سنجار بيوت مهدمة سنجار قانون ما بها سنجار على أي أساس يرجع النازح لهذا السبب لهذا السبب من أجل أنه أولا تهيي الأمور البنى التحتية لحد هذه اللحظة حتى سيدة معالي سيدة إيمان تعمل على هذا العمل ولكن هناك عرقلات موجودة منذ ذكرتك إياها جنابك هذا مو حد شيء أنا أقول أخي لا تقاطي عكا شون مصيبوا يا هذا الرجل ما تقدر تسكت يعني أنت احترم نفسك وسكت لهذا السببب أنا ما أحترم يا حبيبي احترم نفسك وسكت أنا ما قاطعتك لهذا السبب لهذا السبب أرجع وأقول سنجار مو مقدراته مو بيد أهالي سنجار الآن والأخ ما يمثل أهالي سنجار أساسا لأنه قلت لك 80% من نازحي سنجار موجودين بالمخيم ومعززين ومكرمين لطوال هذه السنين اللي الموجودة ما الآن أجبر أو أمنع هذا الحش هذا أنت مخيمات تابعة للأمم المتحدة أمم المتحدة تشرف عليها مجلس الأمن تشرف عليهم حصاباتها لهذا السبب ما الاستغل بالانتخابات أنت تجيب لي بالانتخابات المفوضية تسجل نفوس السكان أربين أو دهور تجيب من بره تقولهم تعالوا صوتوا ممكن ما ممكن أهالي سنجار موجودين سكنهم ومناطق سكنهم موجودة في سنجار لهذا السبب منها كينتخبون وينتخبون مرشحيهم أستاذ إدامي ما سكت أنسحب سكت خليل يحترم نفسها سيد ساعد اسمح لسيد يعني أنا ما قطعتك أكارب أكبر أقول لك حيث ابني عير احترم الحوار لهذا السبب أرجع وأقول كل اللي يذكر أولا سنجار بها مشاكل مشاكل اقتصادية مشاكل سياسية بنى تحتية كل هاي الأمور يحتاج لها هذا السبب هاي الاتفاقية أيضا مذكور بها ضمن الاتفاقية اللي موجودة من إعادة البنى التحتية إعادة اللحمن مشاكل أقتصادية وإعادة الإعمار إذا ما يكون هناك حل سياسي مشترك أو توافقي لهذا السبب أنا أقول لك علي إعادة أو تفعيل الاتفاقية أنت من تفعل الاتفاقية وأهالي سنجار وما يحموها ويرجعون تعادة وتخصص مراضيها أهالي سنجار هذا مواطن من ألمانيا أو أحد اللاجئين منهم وأيضا مواطن أيزيدي سيد أخي 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 سنجار اللي موجودين هنا في الدوار أروح لك الله يخليك اللي موجودين هنا وأحشي لي واقع حالي الموجود في سنجار لا يحشي لي بألمانيا وما يعرف شك بسنجار اللي موجودين في سنجار وقدراتها الآن مو بيدا من يخرج من تنفذ التفاقية بحذائرة هذا كل وقت تهيئ البنى التحتية لها لعودة الناس إذا ذاك الوقت ما رجعوا كل ناجحي سنجار أنا محتب لك الضغط مع بغداد ومع الجهات الدولية المنظمات الإنسانية وغيرها هل تقصد باستغلال قضية سنجار كورقة الضغط بغداد أو المجتمع الدولي نعم الحزة المقراضي الكرد يقول للمنظمات الدولية ويقول المتحدة أنا أحمل أقليات وأنا أمة الأقليات وإلى آخر ولكن في الحقيقة هذا الشيء يعني إخلاق الواقع حتى المنظمات تعرف ذلك المنظمات تقرف ما يحصل في المخيمات والانتهاكات تعرف ما حصلت من فساد ومن سريقات باسم الأيزيدي والحقوق الأيزيدي فذلك في بغداد يعني هم يعرقلون مسألة الأيزيدي يعني يطالبون دائما بغداد بسيطرة على مناطق على المناطق الأيزيدي يعني في منطقة الشيخات يعني هم يسيطرون على أمان وعامل أمان تلساته كانوا يسيطرون على سنجار وهربوا تركوها لداعش ويرجم الآن الحد الديمقراطي الكردستاني كلها دفعوا منطقة سنجار ومن تحاقية سنجار هو العودة إلى سنجار وحطمها سواء كان من خلال ديش مدوى سواء كان من خلال الإدارة المحلية وإلا ما دقل الحد الديمقراطي الكردستاني من سنجار السدارة المحلية موجودة سيد عيسى طيب ما تشوف سيد عيسى أنه الحكومة المركزية ما تدعو إلى تفكيك نقاط الخلاف هذه تلافيا لإحتمال تفجر الأوضاع في هذا القضاء أنا كما طالب سيد الكريم أنا كما طالب وصفة طالب على الحكومة المركزية أن تتعامل مع الأيديدين كمكون وليس أشهار نحن مكون حتى لو كان عددنا نصف مليون لا يمثلنا الحزب الديمقراطي الكرد لا يمثلنا حزب نحن مكون كامل مكون ديني وقومي ولذلك يجب على الحكومة الاتحادية أن تتعامل مع الأيديدين كمكون وليس كحزب لا يمثلنا حزب نحن مكون كامل ولذلك التعامل مع الأيديدين ومع سنجر بشكل يريق بهم وبدون فلتر سني أو كردي بدون المرور ببغداء بأربيل أو بيئة الموصل بل التعامل مع الأيديدين مباشرة حقوق الأيديدين أن تقضى للأيديدين مباشرة أن لا تقضى للكرد ويقال لهم يعطوهم للأيديدين أو تقضى للسن أو تقضى للسن لا أن تتعامل مع الأيديدين متى ما تعاملت الحكومة العراقية الاتحادية في بغداء مع الأيديدين بشكل مستقل ومكوّل عراقي من أطلاف شعب العراقي وحدها أن نقطع أيها الأهزاب التي تدخل بين الأيديدين وتفرق صفوف الأيديدين وتكذب على الناس يأتي أسمح لي أسمح لي خليني أرجع سيد مهدي الحزب الديمقراضي كان إلى تلويح وتصريح قبل فترة قصيرة بتدويل قضية سنجار طيب كيف يتم تدويل قضية محلية حول منطقة محلية كيف يتم تدويلها باعتبار أنه هناك اتفاق ينقذ سنجار وبكل شروط التي تأمن مصالح الأزيدين الأخوة الأزيدين الموجودين في سنجار ليس خارج سنجار والتي موجودين في المخيمات التي موجودة في الدهوك وعربيل والعراق بشكل عام توفرهم كل البناء التحتية والحياة الكريمة لهذا السبب عدم تطبيقها ومماطلة بتطبيقها وسيطرة البككة لهذه الفترة الطويلة وعدم وأنا هناك حقيقة بعد الأمور الموجودة نطلع عليها هناك تعاون الآن من أجل أولا انتفاق بين حكومتين حكومة الأقليم والمركز من أجل المساعدة في إخراج هؤلاء من سنجار ويعادة الحياة الطبيعية لأهالي سنجار ويعادة النازحين وتخصص المبالغ اللي بلون التحتية الموجودة كل هذه أخر وتأخير التأفيذ الاتفاقية جعل حكومة تقليم كردستان أن تطلب المساعدة من بقية حتى من مجلس الشكر جزيل لكم عضو الحزب الديمقراطي الكردستان سيد مهدي عبد الكريم كنت ضيفا كريما والشكر جزيل لكم الكاتب والصحف العزيدي سيد عيسى سعد وكان معنا مباشرة أبرز كاي من ألمانيا شكرا لك سيد عيسى إذن مشاهدين ننتقل سويا إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه تهريب النفط معركة الأمن والاقتصاد وعزم حكومي لوضع حد النهائي لهذا الملف أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نراحب سويتا بضيفنا الكرام الأكاديمي والخبير الأمني السيد فاضل أبرغيف أهلا بكم سيد فاضل كذلك الترحيب الأكاديمي والخبير الاقتصاد الدكتور أحمد الشبيبي أهلا بكم دكتور أحمد أبدأ معك سيد فاضل ضرب أكبر شبكة لتهريب النفط ومشتقاته والحكم على 13 منهم ب15 سنة والباقين تم حالتهم على مواد قانونية مختلفة لكن هل فعلا هذا يسجل كنجاح للحكومة في كبح جماح التهريب والفساد نعم أستاذ بشار تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيفك عبر الأثير أستاذ بشار الحكومة أول ما استهلت مشوارها كانت هي حكومة خدمات بدءا أعلنت عن نفسها حكومة خدمات وبالفعل نجحت بها ملفين طبعا ملف الخدمات وملف مكافحة الفساد وكما يقولون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فبدأت بملف شق الطرق وتوفير الكهرباء قدر المستطاع رغم خطوط نقل الطاقة تم قصفها وكذلك التفتت إلى ملف البطاقة التموينية وغذت السوق ببضع مواد من السلة الغذائية ونجحت بالفعل بالقضاء على الغلاء الذي قد كان مرجح أنه من تجار يتم استغلاله رغم أنه هناك كان شحها بالمياه وشحها بالزراعة وشحها بالمنتوج الحاصل الوطني لكنها نجحت في السلة الغذائية وأيضا هذا الملف ملف في السلة الغذائية وغيرها نجحت الحكومة فيه ثم سرعانا ملتفتت إلى ملف الفساد أول ما شرعت بملف الفساد هو ملف تهريب النفط وبالفعل ألقي القبض على شبكة تفكيكها ومعها 169 صهريج مع حائزها وكان هناك أيضا يعني عمليات تتابعية أدت إلى القبض على مجموعة من الضباط وهؤلاء من من كانوا يتسنمون مراكز أمنية رفيعة المستوى هي المسؤولة عن نقل المنتوج وحركة الصهاريج والبدء بإعطاء تراخيص وذونات مسبقة إلى هذه الصهاريج التي تبدأ رحلتها من الجنوب حتى الشمال وحتى أنها سجلت يعني بنداءات لأكثر من أربعين سيطرت استغرقتها مسافة أكثر من 850 كيلومتر تستقر فيما بعد بألف كيلومتر المسافة لا تنسيت فاضل ما معقولة يعني شاحنات نقل نفطة قاطرة مقطورة من الجنوب إلى الشمال تنقل وتمر بسهولة حتى تصل إلى مبتغاها وبعدين ما نعرف وين تروح ورا الكناخر منفدة الكفري وغيرها لا لا بالعكس يعني أولا هناك علم من أين تبدأ شوف أستاذ بشار يعني لو الوقت يسمع أعطيك إيجاز مجمل كيف بدأت وكيف انتهت وكيف كانت يعني في البصرة وهذا الأنبوب تم ثقبة بآلات متطورة وفتح جهاز فاكيوم سحب هوائي عبر مئة متر تم يعني ردمها بالأتربة والسدود الترابية وفي وفي منطقة نائية بمعنى أن أي مراقبة ستتم مراقبة هذا الأنبوب عن بعد سيتم اكتشاف من يراقب هذا إذا علمنا أن هذه المرة المنطقة القائل والقديم الذي يقول حاميها حراميها الذين يقفون على حماية هذا الأنبوب ونقل المنتوج وبالصهاريج كانوا هم من يعني من حماية الطاقة من حماية نقل المنتوج وبالفعل هم كانوا الذين يتسترون وطبعا هذا بشار عقد المشهد لذلك كانوا يعطوهم يعني إجازات وتلاخيص يعني تكون بمعاية سائقي الصهاريج وتبدأ الرحلة من البصرة وتنتهي بكفري وبعد ذلك في تركيا ويباع المنتوج بصورة رخيصة وبأبخس الأثمان بلحاظ السوق العالمية حتى يتدفق من هناك إلى السوق السوداء والمتاجرين فيه أهلا بك مرة أخرى دكتور أحمد العراق يعتمد بشكل كبير ورئيس على عوائد هذه المشتقات النفطية لكن ما تبلغ خسارة العراق من هذا التهريب وخسارة العراق تعني أرباح للمهربين ومن يقف خلفهم تحياتي حضرتك والنظيف الكريم والمشاهدين الكرام إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن بعض التقديرات تشير إلى أن النفط المهرب يقدر بحدود 300 ألف برميل شهريا أو أكثر من ذلك بقديل وكذلك الحال بالنسبة للمشتقات النفطية بحدود 10 ملايين إلى 14 مليون لتر يوميا هذا ممكن أن يشكل الخسارة السنوية تتراوح ما بي نصف إلى 1 مليار دولار بمعنى بقيمة عادل إيرادات الموانئ العراقية وأرباح الموانئ وهذا الحد ذاته يعني المشكلة لا تتركز فقط في الخسارة التي يتكبدها الاقتصاد العراقي وإنما بالمشكلة نفسها بالتهريب والتأثير على واقع السوق والتأثير حتى على ثقة المستثمرين الأجال مثلا بالقطاع النفطي العراقي أيضا لا ننسى أن عمليات التهريب هي في النهاية والأموال المتحصلة من هذا التهريب هي تذهب في مجال غسيل الأموال أو في مجالات غسيل الأموال وبالتالي تركك من واقع السوق وترفع حتى من مستوى الأسعار بحكم أنهم دائما المهربين يحاولون التستر على أموالهم ومصادرهم من خلال غسيلها وتحويلها إلى عقارات إلى منافذ تجارية أخرى تربث من واقع السوق وترفع من مستوى الأسعار بشكل أكبر وبالتالي هي تشكل خسارة للإقتصاد من عدة اتجاهات خسارة كبيرة أموال كبيرة يعني يمكن تتبع دكتور تتبع هذا النفط المسروق والمهرب ونشوف والراح ونطالب بتعويض بالتأكيد ذهب إلى دول مجاورة نعم ولكن المشكلة كانت وأنه دائما ما يتم تهريف هذا النفط بمستندات رسمية بتستر من قبل بعض المتواطئين من شركات مثلا حماية النفط أو من قبل بعض رجال الأمن وبالتالي تتم حركة هذه الناقلات أو الصهاريج بكل حرية بوثار رسمية بحيث لا تستطيع أن تعترضها السيطرات ولكن مسألة النفط المهرب وطريقة كشفها ممكن أن تتم بشكل دقيق حتى من خلال شركة سومو إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وبمعادلة حسابية بسيطة أن الانتاج العراقي ممكن أن يعادل في النهاية قصة النفط المصدق زاد النفط المستهلك المحليا وبالتالي إذا ما وجد هناك فرق ما بين الانتاج وما بين التصدير والاستلاك المحلي أكيد النسبة أو حصة الباقي هي عبارة عن التهريف أو هدف للموارد الاقتصادية بشكل عام يعني هناك مشكلة في العراق دائما تقول أن هناك خلل في العدادات أو لا يوجد يعني مخازن دقيقة أو حسابات دقيقة للكميات النفط ولكن عن طريق شركة تسويق النفط ممكن أن يتم كشف ذلك من خلال هذه المقارنة البسيطة طيب سيد فاضل ليش تعذر على الحكومات السابقة وكل الحكومات السابقة إيجاد حال حقيقي ينهي أزمة تهريب النفط ومشتقات الباقية أستاذ بشار عمليات التهريب هذه مضى عليها أكثر من ثلاث سنين خلت من يوم اكتشاف إلى يومنا هذا لذلك المتاجرون والمهربون والبروبغاندا التي كان يحملوها والتنسيق والاستقرار هم يعملون بأريحية عالية بمعنى أنهم ليشوا بقلقين اتجاه ما يقومون به لذلك عمليات التهريب كانت تحت وضح النهار وكانت تحتفي الأجزة الأمنية التي القي القبض على قياداتها وحكم عليها بأحكام تصل إلى 15 عام مع غرامات لذلك التراكمية التي مضى عليها أو مضت عليها عمليات التهريب كانت من المتعذر بمكان أن يتم تفكيك بهذه العجالة لكن حقيقة الدور الكبير الذي اطلع به جهاز الأمن الوطني والرقابة التي كانت معقدة جدا لأنهم من الأجزة الأمنية ولا يمكن أن تراقب أجزة أمنية وهي في العراء وهي في أماكن مكشوفة وأماكن مفتوحة لصحراء يعني صحراء جرداء وفيها يتم ثقب الأنبوب بطريقة علمية وبحفرها وبردمها بسواتر ترابية لمسافة مئة متر هم اتبعوا التشويش والتضليل والمخادعة والطرق الملتوية للحؤول دون اكتشافهم لكن فطنة جهاز الأمن الوطني وقدرته على متابعة هؤلاء جذر هذه الآلية بتقنية عالية هي تقنية المكننة اليدوية والمراقبة والمتابعة عن كثب وبالفعل ألقي القبض عليهم وتم تفكيك هذه العصابة وطبعا هذه من الجرائم الكبرى ومن الجرائم المنظمة التي تستهدف الاقتصاد العراقي الاقتصاد العراقي كما تعلم والحال هذا واقتصاد رائعي لا يعتمد التنويع على الصناعة والزراعة إلا في طور المنتوج المحلي من النفط وتنصيرها إلى الأسواق العالمية لذلك أعتقد أن عملية اكتشافهم كانت مضمية جدا لستاذ بشار لذلك القاد العام قوات المسلحة هذه المرة لم يكلف الناطق باسمه بإعلان تفكيك هذه المجموعة بل بنفسه خرج وعطى هذا الإعلان نظرا لأهمية هذا الحدث أنا أسميه حدث لأنه يمثل خرق وانهيار واستهداف للاقتصاد العراقي وبالتالي نظرا للخسائر الكبيرة كما ذكرنا دكتور أحمد يعني خسائر كبيرة خلينا أرجع لك دكتور إضافة إلى هذه الخسائر بالنفط المهرب سواء خام أو مشتقات نفطية ثقب أمبوب وعمل جهاز باك يوم وغيره وتهريب النفط بهذه الكميات الكبيرة كما ذكر سيد فاضل هذا الثقب يحتاج مدة للصيانة يعني حتى بعد اكتشافه ما راح تتوقف الصادرات هذا التوقف المستمر جد أيضا راح يسبب خسائر للبلاد نعم يعني كما ذكرت حضرتك أنه لا توجد حسابات أو عدادات دقيقة وبالتالي لا يمكن كشف هذا النفط المهرب يعني يفترض حينما يكون هناك ضخ عبر هذه الأنابيب ووجود نقص أكيد هذا يمكن كشفه ولكن بسبب وجود هذه الجهات المدعومة يعني هؤلاء لا يمكن أن يقوم يفعل ذلك بأنفسهم وإنما هناك جهات متنفذة وحتى جهات حزبية داعمة لهم وجهات ربما في أماكن ومناصب موجودة في داخل الدولة تدعم هؤلاء وبالتالي هم يمارسون هذه النشاطات بكل حرية يعني هناك شبكة متكاملة وهذا ما بينته القضية الأخيرة والإحكامة التي صدرت بحق من يعني ثبتت إدانة بالجرم المشهود وبالتالي هذا التعقيد أكيد يعني يحول دون ذلك وربما حتى يسكت بعض الأطراف يعني اليوم هذه التطورات في مجال مكافحة تهريب النفض تسجل لحكومة السيد السوداني وما لحظنا والمعلومات تشير إلى ذلك في فترات الحكومات السابقة يعني حتى تم التغاضي عن أوامر إلقاء قبض على بعض الجهات التي تقوم بتهريب النفض في مناطق مختلفة من العراق بحكم أن هذه الجهات هي مسنودة من جهات ربما هي حتى أقوى من بعض الجهات الأمنية الموجودة في الداخل مدعومة حزبيا وبحكم وهذا يشير إلى وجود ارتباط مع هؤلاء وبالتالي يسكت كثير من الأصوات مثلا في محاسبة هذه الأطراف التي حاكت فسادا وسببت هدرا اقتصاديا كبيرا على مر السنوات الماضية يعني كان النفض يذهب بعدة اتجاهات منهما يذهب باتجاه البحر ومنهما يذهب خصوصا في السنوات الأخيرة بعد ارتفاع أسعار خصوصا المشتقات النفطية دكتور المتروح بعيد فروقات أسعار المشتقات النفطية المشتقات من النفط الخام ما تمثل دافع يشجع المهربين على الاستمرار بهذه العملية هذا الفارق بالسعر إلى أي درجة يشجع على استمرار تهريبة نعم أنه في نهاية العام 2021 و22 ارتفع مستوى تهريب المشتقات النفطية ودائما ما يتم الكشف في وسائل إعلام عن شبكات تهريب موجودة في بغداد وفي ديالة يتم التهريب إلى مناطق الإقليق ومنها إلى تركيا وإلى سوريا وإلى أماكن أخرى كل ذلك شجع من مستوى يعني تهريب النفط بحكم مستوى الأرباح الكبيرة والفرق مادين السعرين في مناطق العراق الأخرى وخارج العراق وحتى الداخل الإقليق مقابل عدم وجود محاسبة شديدة يعني اليوم صدور أحكام بحق مداني هذا أكيد ممكن أن يخفف من حدة المشكلة ممكن أن يوقف أو ربما يردع بعض الجهات حينما يكون هناك حساب شديد ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر سوف يعني يضي إلى إنهاء مشكلة التهريب بالكامل السيد السوداني أعلن أمس عقب قرار القضاء بأن الحكومة عازمة على إنهاء هذا الملف الذي بقى سنوات طويلة لكن ما هو الإجراء الممكن أن يكفل إنهاء قضية التهريب طبعا إجراءات كثيرة من بينها إحكام القبض على حركة تنقل الصهاريج إشراك أكثر من جهة في هذا الأمر متابعة دقيقة ونصب عدادات العمليات الردع التي تم اتخاذها من قبل جهاز الأمن الوطني والقضاء العراقي الذي كان حقيقة صالما وشديدا اتجاه ما يشكل تحديا للأمن القوم العراقي باعتبار أن التهريب يمثل تهديدا للاقتصاد العراقي فضلا عن ذلك هناك عملية تعقيد وهناك عملية حوكمة تم إدخالها الآن على حركة الصهاريج وهذه تكون مسومة ومعلمة مسبقا باتجاه أي حركة لهذه الصهاريج للحقول دون إعادة السيناريو الذي كان يحدث منذ أربع سنوات خلت إلى يوم القاء القبض على هذه المجموعة وعلى مجامع موازية لهذه المجموعة وعلى الصهاريج التي تم الاستيلاء عليها وإحالتها إلى وزارة المالية وإلى القمرق وبيعها بالمزاد تارة أخرى ليكون أداة ردع وأداة تحذير وأداة إخافة ومن تسول له نفسه أن يقترف مثل هكذا جريمة الخبير الأمني السيد فاضل أبرغيف كنت ضيفا كريما شكرا لك والأكاديمي والخبر الاقتصادي الدكتور أحمد الشبيبي كنت ضيفا كريما عبر سكايب شكرا لكم دكتور وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا آخر